هذا ويحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله على دعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز العمل العربية المشترك ودفع مسيرته المباركة نحو أهدافها السامية لقاءات أخوية دائما ما تجمع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأخيه فخامة الرئيس المصري في البلدين الشقيقين والتي دائما ما تأتي وفق رؤية مشتركة بين قيادتي البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا اللقاءات البحرانية المصرية والقمو المشتركة نابعة من عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية حيث يؤكد آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والرسيخة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها في جميع الميادين وفي سياق المتصل تلعب جمهورية مصر دورا محوريا بقيادة فخامة الرئيس المصري وهذه الجهود المصرية هي محل امتنان وثناء من قبل العاهل المعظم فاللقاء الأخوي التشاوري في جمهورية مصر العربية يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودفع مسيرته المباركة نحو أهدافها السامية والتي جاءت في إطار جهود متواصلة يحرص جلالة الملك المعظم على دعمها حيث شهدت الفترة السابقة من هذا العام وما قبلها أن تقم من مشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية علاوة على القمم المصرية الأردنية العراقية وهذا التوافق العربي يعزز من آمال الشعوب التي تستشعر المصير الواحدة والمشترك كما يشكل اللقاء الأخوي التشاوري أنموذجا في العمل العربي المشترك وتجسيدا حقيقيا لروح الأخوة وروابط الشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدان الشقيقة والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل والحص المشترك على توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون البناء في إرساء دعائم الأمن والاستقار والسلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي